السؤال بيقول اسلام عليكم انا خاطب بقالي فترة بنا يتم من بخير انا خاطب بقالي فترة كبيرة وكان بيحصل تجاوزات بيني وبين خطبتي بس الحمد لله ربنا هدانا وما بقاش يحصل اي حاجة دلوقتي ومحافظين على الصلاة وقراءة القرآن السؤال يا شيخ ازاي اكفر عن الزنب ده اول حاجة اتكفر بيه عن الزنب ده ان انتو التوبوا انتو الاثنين واول علامة على توبتكم ان محدش يسقط فيه نظر التاني وانه يقرر ان ده انتهى مش احنا في التوبة عايزين ربنا سبحانه وتعالى يغفرنا ده بس اللي هيجي يتوب لربنا ويشيل الملف ده عنده ويفضل يهلك في قلبه ويغير قلبه لغاية ما يحصل ان ايه ان في لحظة من لحظة يعاير حد بدا فلازم نتقل الله في بعض احنا توبنا وخلاص توبنا ووعى انت كولد وكخطيب تشوف ان خطيبتك هي اللي غلطت بس وما انت كنت بتعمل ان شاء الله ده يمكن انت اللي كمان تكون بعد الشر يعني ان شاء الله ما تكونش كده ده في ساعات بيبقى هو اللي غواه فنتقل الله سبحانه وتعالى وما نحتقرش الناس من اجل معاصيهم وإلا لو احتقرنا الناس من اجل معاصيهم فلابد ان احنا نحتقر انفسنا احنا كمان والمعصية مش طالبة مننا ان احنا نحتقر نفسنا هي طالبة ان احنا نعود الى ربنا تاني بنقول اهو المعصية مش جاية عشان نحتقر نفسنا المعصية جاية عشان نقبل على ربنا وعشان كده سيدي بنعطاء الله السكنداري بيقول ايه معصية ونأورثت زلا وانكسارا زلا وانكسارا من زلا وانكسارا في الحياة إيه وقت فهمه كده يعني يجي الواحد ربنا أمرك بأنك تسطل نفسك فتيجي ماشي كده الزليل ومنكسر في حد يجي يقولك تقوله أصلي بارح والله عملت معصية إيه وده ده ينفع يعني ربنا يسطرك وانت تيجي تفضح نفسك لا تمشي في الحياة والانكسار ده في قلبك تنكسر على باب مولاك لما حد يقولك والله انت ما شاء الله شكلك منور وشكلك والله مقبل على الله وشكلك والله من أهل الله تقول يا رب يا رب يا رب جعلنا منهم ما تجيش تقوله إيه انت متعرفش أنا عملت إيه أعوذ بالله ده فساد عريض ده ما ينفعش ولا يجوش شرعا فانت يجب ان انت تسطل عن نفسك يبقى خلاص اللي حصل ده زي ما بيقولوا خلاص التوبة تجب ما قبلها وانتهى خلاص وتعزم على إلا تعود وانتو قلتوا خلاص ان انتو عزمتوا على إلا تعود يعني بتصلوا بتصلوا بتقرأوا قرآن وخلاص يبقى أول حاجة خلاص الأمر ده انتهى وانتو الاتنين افتحوا باب للإقبال على الله مع بعض تاني حاجة عشان تستمروا كل المواطن اللي كان بتسحبكم لده ما تعملوهاش يعني لو كنت انتو بتروحوا عشان توضبوا حاجة مع بعض لا هي تروح لوحدها وانت تروح لوحدك الأماكن اللي كان بتسمحلكم بالتجاوز ما تنزلوش فيها مرة تانية لأن الحاجات دي النفس الأمره بالسوق بتتلاعب بيها يبقى خلاص الأمواطن دي ما تروحش فيها ايه اللي حصل لابد ان انت تبتعد عن ده لإني الحقيقة من أول ما ربنا أمرنا بغض البصر كان بيأمرنا ان احنا نبتعد عن الأبواب اللي بتفتح علينا باب الايه باب المعصية وباب الفاحشة فنقف وان زيك الله سبحانه وتعالى ايه ولا تقرب الزينة خلاص ما تقربش يبقى لازم نبتعد نبتعد عن المواطن اللي كان بيحصل فيها الكلام ده ما نحاولش ان نتواجد فيها الحاجة التالتة والمهمة ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ويبقى عندنا ورد كده اسمه ورد تحصين القلب ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى انه يفرق يوسع رزقي ويجبرني عشان نتمي بالجوازة ونتجوز وان شاء الله ربنا يكرمنا اوعى نفسك الأموارة بالسوق تقولك انتو لو بدلما عملتو تجوزات مع بعض يبقى جوازكم ما ينفعش كلام ده غلط اقبلوا على الله سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله ان شاء الله ربنا يكرمكم ويبارك لكم في جوازتكم وان شاء الله اللي انا قلته لكم ده ان شاء الله يكفر ويجعلكم صادقين في توباتكم مع الله سبحانه وتعالى